اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالجدي رح ينتقل في ساعات المساء لبرج الدلو رح يكون بالاغلب يعني تقريبا لساعات الظهر في منزلة سعد بلع من الآن يعني لغاية ساعات الظهر وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية من بعد ساعات الظهر القمر بنتقل بصير في منزلة سعد السعود وهي اللي بتيجي رابطة ما بين برج الجدي وبرج الدلو وهي جيدة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق وحكينا أن القمر لما بكون موجود بالجدي بالفترة هاي منعود لطبيعتنا للجدة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض منها علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية البدء بحمية وشراء بوليس التأمين أما بالنسبة للزوايا أول زاوية عنا زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة 9 و 22 دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة 11 و 56 دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر و نبتون راح تكون في تمام الساعة 12 و 54 دقيقة بعد منتصف الليل بتعزز الخيال الخاصب و بيقوى الحدث و عليه فأنه أكثر المستفيدين هم من اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر و بلوتو راح تكون في تمام الساعة 5 و 57 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا و إحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر و عطارد راح تكون في تمام الساعة 8 و 52 دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيي الطباع أما الزاوية الصعبة والخطيرة واللي ذكرناها إحنا في توقعات الأسبوعية و راح تتشكل اليوم ذروتها لها هي تقريبا بحدود يعني منقدر نحكي سبع أيام ثمان أيام متشكلة شفنا التقلبات أو اللي هي مرحلة عض الأصابع على الوضع السياسي اليوم بيكون ذروتها اللي هي زاوية التربيع بالسلبية بين الشمس وبين أورانوس راح تكون في تمام الساعة 11 و 18 دقيقة ظهرا وهذا يعني أنه هي تتركز في وفوق منطقة الوطن العربي هاي الزاوية من أخطر الزواية تقريبا بنقدر نحكي إنها هي السنة أو من الزواية الخطيرة جدا اللي بتشكل خلال هاي السنة وهاي الزاوية بتدل على أنه بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا في هاي الزاوية بتحدث بعض الثورات أو الإنقلابات العسكرية أو الإغتيالات يعني هاي الوضعية معروفة دائما إلا يصير حدث سياسي كبير وشفنا إحنا خلال الأسبوع الماضي تطورات الوضع السياسي في العالم كيف اختلفت واليوم ذروتها اللي هو يوم الأحد طبعا ممكن أنه لأنه أنا بسجل يعني أنا عندي اليوم الجمعة فأنا بسجل ليومين لو قدام فممكن أنه الأحداث هاي تصير يوم السبت يوم الأحد يوم الأثنين يوم الثلاثة لأنه هاي تعتبر هي ذروة الساعة هاي الأحداث هاي طبعا هاي بالدل على تغييرات أو أزمة مفاجئة في حكومة واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة يعني بالدل كمان على حوادث طبيعية مدمرة مثل عواصف زلازل سقوط طائرات وحوادث في السكك الحديد بالتنقلات يعني لها أكثر من احتمالية للخطر ولكن بمعنى آخر اللي إجا وقال نيزك وكوكب وبضرب في الأرض ومش عارف إش هدا كله ياته كرام فاضي يعني ممكن يصير زلزال بسيط في أي دولة في العالم ممكن حوادث تصير ولكن ما يكون فيها يعني نتمنى كمان أنه ما يكون فيها أرواح أو ما يكون فيها إشي من هذا القبيل ولكن هاي زاوية خطرة بتوجب علي أني أنا أحكيها وأحكي كل تأثيراتها الآن صارت أو ما صارت أنا ما إلي علاقة في الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبي بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا من واجه مصاعب عراقية اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض يفتقر البعض لشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب من الماضي يعني أو بهربوا للماضي أكثر أو بيجيبوا شغلات مشاكل قديمة بحاولوا أنهم يجيبوها على أنها بتصير اليوم أو يدافعوا عن حالهم بمشاكل قديمة يعني هاي اللي بتثير بعض العصبية دائما وبتضيع الحقوق بعد الزاوية هاي مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار راح يكون ساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورا حتى ساعة ستة وعشر دقائق مساء وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وعشر دقائق مساء بصير القمر بتوقيت جرينيج أنه استقر في برج الدلو وبلش يعمل أول زوايا فطبعا إحنا في التوقعات اليوم ممكن نلمح تلميح لهذا الانتقال ولكن في توقعات بكرة راح أذكر التفصيل كأنه انتقل القمر وانتهى تأثيرات القمر على كافة الأبراج يعني لما بصير في الدلو برضو منذكرها لأنه بصير يعني في نوع من أنواع التغييرات أو في النشاط أو بتغيروا أسلوب حياتكم بالفترة هاي أكثر طبعا القمر بما أنه راح يكون موجود في الدلو معناته في الأول المسار القادم راح يكون يوم أربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة وأربعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لليوم التالي يعني لليوم خمسة ثمانية حتى تمام الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة فجرا بينتقل بعدها القمر إلى الحوت عمر القمر القمر الأحدب ثلاث عشر يوم نسبة الإضاءة تقريبا خمسة وتسعين في المية الساعة أربعة عصرا بصير أربعة عشر يوم هو بلش يعني نقدر نحكي أنه هو من الأحدب للمكتمل لأنه بكون ناقص إشي بسيط يعني خمسة في المية هاي أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم فللأسف الشديد وللأمانة العلمية إنه كل الكواكب اليوم منتحسة يعني يعتبر هذا اليوم من أصعب أيام السنة فبدكوا تكونوا حاذرين ورغم إنه في زوايا إيجابية ولكن كل الكواكب اللي بتعمل زوايا إيجابية بدأت تعمل وتشكل زوايا سلبية قوية جدا خلت كل الكواكب هاي تصير منتحسة فعشان هيك ما رح نذكرها والأوقات تبعتها عشان ما نطور الحلقة أكثر ولكن كل الكواكب منتحسة ما عدا أورانوس ممتزج المزاج وهاي يعني من النوادر اللي يديش أنا في علم الفلك أكثر من 32 سنة أول مرة بمر علي السلبية اللي موجودة في الكواكب كهاي الزوايا ماشي؟ طيب الآن في أشخاص بقولك كيف يعني سلبية ليش السلبية؟ باجي أنا بقولك بشرح يعني بطريقة بدل ما نذكر إحنا حركة الكواكب خلينا نذكر إحنا السلبيات وشو سببها عشان ما حدا يقول ليش ما هي هنا وقوتها وهو هنا كوكبه في بيته هنا مش عارف إيش؟ لأ في أشياء ثانية هي اللي بتحكم السلبية غير الدرجة وغير إنه في بيته ولا ببرجه ولا هذا الكلام اللي فيه ناس بتظلها تردد فيه أول إشي بنيجي أو منبلش من عند الشمس الشمس موجودة بالأسد في برجها يعني هي من المفروض أنها تكون سعيدة ولكن هي بتبلشت تشكل أو اليوم رح تتشكل زوية التربيع اللي حكينا مع أورانوس وهي ذروتها فمن سبع أيام هي بلشت منتحسة ورح تستمر كمان سبع أيام وهي منتحسة هذا واحد منيجي على عطارد عطارد موجود بالسرطان بالمقابل بالجدي تماما موجود بلوتو وزحل والمشتري هذولا بتراجعوا الثلاثة وهي زاوية التقابل فهي سلبية وبرضو عطارد نفسه بشكل زاوية التربيع مع القمر الأسود ومع المريخ ماشي طيب الزهرة الزهرة موجودة بتشكل زاوية التربيع مع نبتن اللي موجود في الحوت صحيح بتشكل زاوية التسديس مع المريخ ولكن زاوية التربيع أقوى بمكانها فعشان هيك الزهرة بتنزل وبتضعف في هذه النقطة أورانوس حكينا بشكل زاوية التربيع المريخ بشكل زاوية تربيع مع عطارد وبشكل زاوية تربيع مع كل الكواكب اللي موجودة بالجدي يعني مع القمر والمشتري وزحل وبلوتو طيب نبتن بشكل زاوية تربيع مع الزهرة حكينا وفي نفس الوقت بشكل زاوية تسديس مع الكواكب اللي موجودة ولكن نفس نبتن بيتراجع وزاوية التربيع أقوى في مكانها فعشان هيك أعطته المزاج المنتحس وباقي الكواكب حكينا إنها في زاوية تقابل وفي زاوية تربيع وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني اليوم بتركزه على العمل أكثر يشي على العلاقات بزملاء ورؤساء العمل بأشياء العلاقة بالدفاع عن النفس أمام أشخاص بتشكك بسمعتك أو بتحاول أنت تفرض سلطة سمعتك على الأشخاص اللي موجودين حواليك زي بتدافع عن نفسك أهم إيش إنك تحافظ على إنجازتك القائمة هدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفات القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا بما إنه إحنا قاعدين منحكي عن البيت العاشر بيت السمعة وهي الزوايا اللي بتتشكل قاعدة معناته بدك تنتبه لسمعتك زي ما حكينا ما في داعي للعصبية ما في داعي للتهور ما في داعي للإندفاع بدك تراقب وضعك الصحي حاول إنك تأخذ قصة من الراحة اليوم وبرضو بدك تهتم إنه أي إشيه لعلاقة بالخلافات على أي بيت من البيوت أو من أي درجة من الدرجات ابعد عنها إن كان على المستوى العاطفي على مستوى تنقلاتك بدك تكون حذر على مستوى الأمور اللي إله علاقة بشؤون البيت بدك تكون برضو منتبه من أي أعطال أو أشياء ممكن تحدث على مستوى البيت حساب مش إنه كل الأمور سلبية ممكن تصير بعض الإيجابيات مع البعض اللي هي كانت الزوايا بالأساس بخارطة ميلاده منتحسة فالانتحاسة بتكون لصالحه في هاي اللحظة عشان هيك بعض الأشخاص رح يجي بكرة يقول لي لا والله اليوم من أجمل الأيام انتبه لخارطتك بتلاقي اللي أنا حكيت لك هو اللي بصير فعشان هيك أنا بهمني أني أنبه بما أنه كل الزوايا عندي سلبي أنا بتعطيني والكواكب منتحسة معناته أنا بعطي أصعب المتوقع عشان تحذر منه الآن لو صار إيش إيجابي معناته بدي يكون لصالحك بدك تنتبه حكينا على مصاريفك وعلى دفع الفلوس ممكن اليوم ينفتح موضوع مالي أو تتحاسب على بذخ معين أو يصير فيه نقاش على موضوع مالي فشوي الأمور تحتد ولكن زي ما حكينا الأمور البيتية بدك تنتبه لها الأمور العاطفية والنقاشات بدك تبعد عنها برج الثور بما أن القوة أن القمر موجود في مكان حليف ليلة اليوم تنشط بالحركة والتنقلات والاتصالات وخاصة مع أشخاص خارج البلاد تشتد قوة العاطف عندكم ممكن يتجاوب أحبائكم معكم ممكن اليوم تفكر بالخروج أو بالتنقل أو برحلة أو بفصحة أو بشيء من هذا القبيل ممكن تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها في نوع من أنواع النجاح على المستوى العاطفي والعائلي ولكن برضو منذكر من الزوايا السلبية الموجودة اللي بتأثر على المصاريف بتأثر على النقاشات الحادة على مستوى البيت أو مع أفراد العائلة أو مشكلة عائلية بتظهر بشكل مفاجئ وممكن تكبر الأمور أو مشكلة إلها علاقة بالعقارات بدكوا تنتبهوا من النقطة هاي بشكل كبير وبرضو في المقابل بدك تنتبه من بيت الشخصية العصبية والحدية اللي بتكون بأوجها التمرد والألفاظ الجارحة اللي ممكن تخرج منك بدون تركيز أهم إشانك تحافظ على سمعتك وعلى مصاريفك وتنتبه أثناء التنقلات برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك بس إنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أهم إش إنك تحذر أثناء تنقلاتك يعني ما في داعي للمغامرة ما في داعي للمجازفات ما في داعي للمناقشات ولا للحوارات مزاجك عصبي وحد الطباع جدا أثناء قيادتك لسيارة بدك تكون منتبه وبرضو بدك تنتبه من عدو مخفي ممكن إنه يتآمر عليك أو يتلسن عليك أو يتقول عليك بالفترة هاي بدك تدير بالك على وضعك الصحي بدك تدير بالك على أعمالك لأنه الوضع ضاغط بشكل كبير فما في داعي للتمرد ولا للعصبي اليوم عشان الأمور تمشي معك بشكل سلس وسهل يعني بمعنى آخر بدك تكون منتبه من كل تصرفاتك وتحط النقطين اللي إحنا ذكرناهن بعين الاعتبار برج السرطان يعني الفترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالشراكة أو الحوار أو المصالحة وخصوصا ما بين الأزواج وبتيجي على الأزواج وبتيجي على العمل بوسعكم إتمام أمور إلها علاقة بترتيبات مستقبلي لأمور إلها علاقة بخطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري مش اليوم يعني اليوم هاي النقاط ما تحاول أنك أنت تنفذها اليوم هاي الفترة سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات اللهم أنك تدير بالك على فلوسك من الصرقة أو الضياع أو النصابين أو إيشي إلو علاقة بصرف الفلوس بدون تركيز وبدك تحافظ بشكل كبير على علاقاتك لأنه ممكن اليوم إما أنك تجازف أو تغامر أو تنتهي علاقة بشكل سريع جدا خلاف قوي يصير ما بينك وبين أحد المعارف فتنتهي العلاقة أو اليوم تبت الموضوع بإنهاء العلاقة بشكل كبير إلا أهم أنك تنتبه ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين حافظ على سمعتك برج الأسد طبعا بما أن الشمس موجود عندكم وبدو يشكل الزاوية اللي حكينا عنها التربيع مع أورانوس فاليوم يوم المفاجآت والمفاجآت للأسف ممكن أنها تكون معظمها فيها نوع من أنواع السلبيات إلا إذا حدث أشياء مش من الإشي اللي أنا بدي أنبه منه يكون فيه إيجابيات أهم إشي أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا اليوم لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم أحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت للعمل لساعات إضافية أهم إشي دك تدير بالك من العصبية والإنفعال والحوارات والنقاشات والتقلب الحاد جدا بقرارات سريعة ممكن تصدر قرارات تكون عنيفة جدا وممكن ما تحسب حساب للأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي بدي نبه منها اللي هي بيت السمعة اليوم دك تدير بالك من أي شيء بشوه السمعة عدو متخفي حد بتآمر عليك حد بتصيد لك اتهامات أو تشويه السمعة يعني ينفتح عليك ملف من هذا النوع بدك تكون حذر جدا وما في داعي للرد المباشر حاول أنك تأجلها يومين الرد بيجي لحاله بدون ما تتعب حالك ولكن إذا رديت ممكن أنك تفاقم الأمور فحاول برضو أنك ما تجازف كمان مرة بنبه ما تجازف بسمعتك وما تشوه سمعتك ما في داعي لمخالفة القوانين ولا للمجازفات ولا للمغامرات ولا لأعمال مشبوهة الأهم أنه برضو تدير بالك على صحتك اليوم برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ عنك اليوم بيدعمك في كثير من المسائل ولكن برضو الزاوية اللي حكينا عنها شوي بتشكل لك بعض المتاعب رح نذكرها ممكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول أنك تصحح الأخطاء الآن أهم نقطتين بدك تنتبه لها وتركز لها خلال اليوم عشان الأمور ما تكون فيها مفاجآت أو شغلات ضاغطة كبيرة المسألة الأولى واللي هي تقريبا نقدر نحكي اللي فيها الصعوب اللي هي بيت المتاعب عدو متخفي شخص بتآمر عليك أو ناس بتتآمر عليك ما تدخل أماكن يعني مجهولة ما تروح على أماكن فيها حدية أو فيها عنف وفي نفس اللحظة راقب صحتك بشكل جيد دك تنتبه لصحتك بشكل كبير من بعض التقلبات المفاجئة وأهم شيء إنك اليوم يعني لو خليت الأمور الروتينية بيكون أفضل المسألة الثانية اللي فيها مخاطر مسألة إلها علاقة بالقانون أو قضية معينة أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو التنقلات بالسيارة على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر منها أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو أحباء خارج البلاد أو تعاملك مع الأجانب هذولة النقاط أكثر شيء اليوم بدك تنتبه منه لأنه هذولة هم اللي على المحق اليوم وبيأثروا بشكل كبير برج الميزان طبعا بالنسبة للميزان معروف إن القمر في البيت الرابع تأثيره على العائلة أو اهتمامه عائلي أو إشي العلاقة بالعائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية خلال اليوم أهم شي إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية بسبب كل الزوايا اللي حكينا عنها سلبية وأنه كل الكواكب منتحس اليوم الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر أهم إشي إنك تراعي وضعك الصحي وبرضو عندي نقطتين أساسيات بدك تكون منتبه لها بشكل كبير خلال اليوم بأي وقت بدك تكون منتبه لهاي الأمور الأهم أول إشي بيت الأصدقاء والدعوات والاجتماعات واللقاءات ما في داعي للمشاكل ولا تكبر الأمور ولا تنتقد ولا توجه انتقاد ما تعمل خلافات ما بينك وبين أصدقائك ما تندفع وما تتهور اليوم بيهدد إما لشيء مش طبيعي بتعلق بينك وبين أحد الأصدقاء أو أحد المعارف ممكن تتطور مشكلة ممكن تنتهي علاقة بسبب مشكلة معينة أو تنتهي علاقة ما بينك وبين شخص وتتخذ قرار على إنهاء العلاقة هاي نهائيا أو خلاف يظهر تكون مشحون الأمور من أيام ولكن تنفجر على الساحة بلحظة إلى أهم برضو بدك تنتبه على أمور الأموال المشتركة دير بالك من النصابين دير بالك من السرقة دير بالك من ضياع ممتلكاتك وبرضو حافظ على أموالك المشتركة اليوم في مساءلة في ممكن حد يحتاج فلوس أو أنت تحتاج فلوس وتطلب مساعدة ضرورية إما لأمر إله علاقة بالعائلة أو أمر إله علاقة بوضع صحي معين اللي عنده قضية قضائية وخصوصا الدول اللي مش مجازة اللي فيها دوام بده ينتبه من تطور غير يعني مسبوق وفيه أشخاص رات تدخل بخلافات بسبب إما موضوع قديم أو موضوع إله علاقة بالإرث أو موضوع إله علاقة بشغلات كانت مخبية وبتنكشف وبتصير فيها حدية عالية جدا برج العقرب طبعا القمر موجود في مكان بيتك الثالث بيسو زاوي التزديس بدعمك فرح تحس اليوم أنه عندك نشاط في أمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والزيارات فترة مناسبة لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو بصير لكو تعامل مع أخ أو جار بشكل مباشر أهم إش إنه ما يتطور لمشكلة أو خلاف أو نقاش بتدعمك الحظوظ في بعض المسائل بتكون جريء في التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لا إلك الأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك ولكن أهم نقطتين بدك تنتبه لهم اليوم سمعتك ما تشوهها دير بالك من أشخاص بتتآمر عليك بالخفاء دير بالك من أشخاص بتتآمر عليك بطريقة قذرة يعني معلش بتكون تعذروني على التعبير الموضوع ممكن يكون فيه اتهامات ممكن يكون فيه يعني إساءة بشكل مباشر ممكن تصل الأمور لبعض الأشخاص من موليد برج العقرب لفضائح بتكونوا منتبهين من أي شيء بشوه السمعة حاولوا تسكروا الثغرات بكل المعاني ما في داعي للمجازفات ولا للمخاطرات ولا لمخالفة القوانين ولا أي مشاكل لها علاقة بالعمل لأنه برضو بتأثر هذا بيت إلو علاقة بالسمعة وإلو علاقة بالعمل تنتبهوا من هاي النقاط زاوية التربيع مش سهلة يعني بتمنى أنها ما تصيب ولا واحد فيكو أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي أمر إلو علاقة بالمتزوجين أو المتزوجون لأنه الأمر إلو علاقة في البيت السابع اللي فيه أورانوس وهذا بيجيب مشاكل حادة جداً ما بين الأزواج وممكن تتطور المشاكل عند قسم من موليد برج العقرب لمرحلة خلاف حادة جداً وممكن توصل لفراق وممكن توصل لنهاية علاقة بشكل مستفز وسريع ويكون الموضوع فيه إشي يعني يعني مش مزبوط من تصرفات الزوج يعني اكتشاف خيانة اكتشاف موضوع العلاقة بتآمر بشغلات زي هيك فبتكو تكونوا برضو من تبهين للنقطة هاي وما في داعي اليوم انكو تصعدوا الأمور أو تزيدوا الخلافات لأنه طبيعة القمر في البيت الثالث يعني حدية وعصبية ونقاش حاد جداً برج القوس طبعاً القمر في البيت الثاني يعني بعطي فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك كون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة أو دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة هاي فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوهات ولكن بالمقابل بدك تحذر من المصاريف وصرقة الأموال وضياعها ومن النصابين والمحتالين وما تجازف في أمور مالية هذا اليوم أما أهم نقطتين من زاوية التربيع يعني كل الأبراج أنا نبهت من زاوية التربيع فقط اللي هي ما بين الشمس وأورانوس ونسيت باقي الزوايا لأنه هي اللي رح تكون أكثر تأثيرا على جميع الأبراج فعشان هيك بركز على البيتين اللي هو بيتك اللي اللي هو علاقة ببرج الأسد وبيتك اللي هو بيتك التاسع وأمور اللي ها علاقة ببيتك السادس اللي هو بيت الصحة والعمل هدولا المسألتين اللي بدك تكون منتبه لها الأول اللي هو الشمس اللي هو بيتك التاسع بدك تكون حذر بأوراق قانونية أو معاملات أو أمور مؤسسات تعليمية أو مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالتنقلات على الشوارع المفتوحة أو أمور إلها علاقة بالقانون إجمالا أو بالدراسة والتعليم أي باب من الأبواب أنت بتنشط فيه اجتماعيا أنت مدرس أنت تلميذ أنت بتشتغل في مكتب العلاقة بالتعليم بالتوظيفات الخارجية مؤسسة دولية بالاستراد والتصدير بالشغلات هاي كل واحد على حسب حق الاختصاصه يوظف إيش أنا التنبيه اللي أنا قاعد بعطيك هي بدك تنتبه حتى بعلاقاتك مع الأجانب وعلاقاتك مع أشخاص خارج البلاد من أي شيء ممكن يظهر في لحظة أو خلاف أو جدال أو نقاش حاد يعني أشياء سلبية ما فيه رح يكون أشياء إيجابية على هذا الباب فعشان هيك بدك تكون حاذر جدا من كل النقاط اللي ممكن تصير أما المسألة الثانية اللي لها علاقة في بيتك السادس وهي أورانوس فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك بشكل كبير من التقلبات من المرض من التعب أي شيء غير اعتيادي بدك تراجع الطبيب فورا ما تستنى يعني ما تقول لا هذا إشي عابر هذا مهما كان العارض اللي بتحس فيه اليوم ما تحاول إنك تتجاهله حاول إنك تراجع الطبيب عليه ميم بدك تنتبه على عملك بدك تنتبه من مشاكل في العمل بدك تنتبه من مشاريع أو عمل جديد أو إشي العلاقة بيعني أمر الصحة أو العمل أو زملاء العمل أو رؤساء العمل عقود أشياء مثل هيك بدك تكون حذر من كل هاي الأشياء اللي إحنا ذكرناها برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود عندكم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم اللي اجتماعية بتحمل هاي الفترة انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود ممكن نفسي ممكن شخصي ممكن شيء معين انت بتحاول تنجز وخدال هذا اليوم عليك بس التحلي بالحكمة والواقعية لبعض الأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نوع من أنواع النجاح الباهر ولكن بدك تنتبه من العصبية والحدية أهم نقطتين والنقطتين الثانيات اللي هم أهم تأثيرات للشمس اللي موجودة بالأسد ولا أورانوس اللي موجود بالثور وهدول الاثنين بما أنه موجودات في مكانين يعني بيتين بيتك الثامن وبيتك الخامس فلازم أنا أذكر الزاوية هاي وأنسى باقي الزوايا كلها اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة لأنه أكثر سلبية رح تكون اليوم مركزة على البيتين هدول له بيتك الثامن اللي هي الأموال المشتركة أمور إلها علاقة بالمحاكم إلها علاقة بأموالك إلها علاقة بالنصابين إلها علاقة بسرقة أموالك أو فقد بعض المقتنيات أو أمور إلها علاقة بسداد بعض الأمور أو مستحقات لا إلك أو أمور إلها علاقة بالقضاء أو بالقانون أو أموال مشتركة أموال فيها نوع من أنواع الشراكة والأمور اللي إلها علاقة بالميراث هذول أهم النقاط خذهن دائما على حسب حياتك اليوم وبكرة وبعده يعني لمدة أسبوع ولكن الثلاثة أيام هذول هاي المسائل بدك تكون حذر منها بشكل كبير وقيسها على حسب تخصصك أو حقل تخصصك ممكن أنت وحدي من هذول وممكن أنت أكثر من واحدة من هذول على حسب إيش وضعك بدك تكون حذر جدا من هاي الأمور أما بالنسبة للأمر الثاني اللي بدنا ننبه منه اللي هو البيت الخامس اللي هو إلوه علاقة في برج الثور اللي هو أساسا بيت العاطفة تاعك واللي موجود في أورانوس وأورانوس بشكل زاوية التربيع حكينا مع الشمس فعشان هيك البيت الخامس هذا رح يفقدك حبيب أو خلاف مع حبيب أو مشكلة إلها علاقة بأحد الأبناء بتتطور ممكن تصير قطيعة ما بينك وبينه أو خلاف كبير بيكون مش سهل ترميمه أو مسألة إلها علاقة بأحد الوالدين وبتكون مؤلمة ومؤذية برضو في نفس الوقت طبعا كلهم مؤذيات ومؤلمات ولكن على المستوى العاطفي والأبناء وأحد الوالدين وأحد الأحبة هذولا ممكن اليوم تظهر مشكلة بشكل مفاجئ أو تتصرف تصرف بشكل مفاجئ أو تنضرب ضربة قاضية من وحدة من هذول الأربعة فبدك تكون حذر من إنك توجه ومن إنك يتوجه لك يعني لا تبادر ولا تستقبل إنه الأمر يصير في وحدة من الأربعة هذول حاول تستخدم الحكمة حاول إنك تكون هادي قدر الإمكان لأنه بيت العاطفي والحظ يعني أذية بشكل كبير بالنسبة لألك إذا أنت غفلت عن هذه التهديدات برج الدلو طبعا بظل الضغط موجود اليوم آخر يعني اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم فبتهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها خلال هذا اليوم طبعا لغاية ساعات المساء بعدين القمر بيكون وصل لعندك بتتحسن المعنويات وبتنشحن بطاقة إيجابية ولكن هي أغلب النهار يعني من الآن لغاية أغلب النهار للمساء الوضع ضاغط بالشكل الخطوة الأهم النقطتين اللي أنا أبدأ حذر منهم اللي ذكرناهم في بداية الحلقة اللي هي زاوية التربيع اللي هي ما بين الشمس وما بين أورانوس اللي موجود بالأسد واللي موجود بالثور وهذا موجود في بيتك السابع يعني بيت الشراك المالية والعاطفية بيت الأزواج بيت الفرص المالية أو بيت المشاريع وبرضو إلو علاقة بالقضايا القضائية والتقلبات الصحية ماشي؟ وقلنا القمر في بيت المتاعب يعني الأمور الصحية على المحك وعلاقاتك أو علاقتك ما بينك وبين الشريك إن كان بالمال أو الزواج على المحك اليوم فعليا هي على المحك لأنه برضو أنه أورانوس موجود بيتك الرابع بيت البيت بيت العائلة فعشان هيك بدكوا تحذروا اليوم من خلافات أو نقاشات أو قرارات أو عصبية أو تلفظ بكلمات أو ردة فعل سلبية أثناء تعاملكم ما بينكم وبين أزواجكم أي واحد اثنين اليوم إذا تطورت مشكلة ما بينكم اعرف إنه بنسبة 85% رح توصل لرتبة الطلاق مش إنه مشكلة يوم ويومينه بتنتهي لا هاي مشكلة بتكون قاسمة وحاسمة فعشان هيك بتكونوا منتبهين من هاي النقطة اثنين أورانوس بما إنه في البيت الرابع لا إلك بيت البيت فممكن خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أو مشكلة عائلية كبيرة تظهر أو خلاف بيتي أو على عقار أو على أمور إليها علاقة بالبيت أو حدث يعني شوي إليه علاقة بالبيت أو مشكلة في البيت أو يعني أي إشي إليه علاقة في البيت والعيلة وهذاك السابع العلاقة بالأزواج فهدول الأمور اليوم انسخوهن شيلوهن من حياتكو يعني حاول إنك تنام عشان ما تعملش المشاكل هاي أو تبعد عن المشاكل قدر الإمكان ويمسك أعصابك لأن الحدية واضحة تماماً رح تكون والقرارات رح تكون متسرعة وحدة وعنيفة برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك طول اليوم من الآن لا طول النهار ولكن في ساعات المساء بدك تنتبه لأن القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب عندك يعني رح ينتقل لدلو بيت المتاعب فالفترة القادمة ضاغطة لحين انتقال القمر لعندك فهاي الفترة مش فترة سهلة عليك فيها ضغوطات كثيرة بدك تنتبه على صحتك وبدك تنتبه من أعطال أو بعض الأمور اللي ممكن إنها تتفشكل أو تتخربط أو تنتهي يعني بتكون متأمل إنه جاي الأمور لعندك وفجأة تلاقي الأمور اختلفت تماما والأهم اللي هي الزاوية اللي رح تتشكل ما بين الشمس وأورانوس اللي هي لها علاقة في بيتك السادس بيت الصحة والعمل وهاي أورانوس إلو علاقة في بيتك الثالث بيت التنقلات والاتصالات والحورات فعشان هيك بدك تنتبه من هاي المسائل بشكل كبير أول إشي أمور بيتك السادس بدك تنتبه على صحتك أي شيء بتشعر فيه اليوم راجع طبيبك حاول إنك تنتبه من أي إنعكاسات أو ظهور لبعض الأشياء اللي ممكن تشكك صحتك حاول تراجع الطبيب فورا ما تتأخر وإذا كنت من الأشخاص اللي بغتوا أدوي باستمرار اليوم بدك تنتبه بشكل كبير لهاي النقطة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وما تحاول إنك تكابر هاي مسألة اتنين المسألة الثانية أمور إلها علاقة بالعمل ومشاكل بالعمل أو خلاف إلو علاقة بالعمل أو مع أشخاص بيشتغلوا معاك في مكان العمل أو إنهاء عقد إلو علاقة بالعمل هذا هاي بيتك السادس خلصنا الآن المشكلة الثانية اللي بدك تنتبه لها إنه اليوم أنت عصبي وحاد وعندك قدرة على إصدار قرارات ممكن تدمر فيها كل شيء لو بنبنى إلو سنوات يعني ممكن في لحظة العصبية تاعتك يطلع منك قرار بشكل حاسم لمرة واحدة ويكون ما فيش رد رجع عنه هاي بدك تنتبه لها عصبيتك قراراتك نقاشات ما تدخلش في نقاشات ما تدخل بحوارات ما تصدر فرمانات وقرارات اليوم وبرضو في نفس اللحظة هذا إلو علاقة بالاتصالات والمواصلات فاليوم أثناء قيادتكم للسيارة بدك تنتبهوا أثناء شراءكم للسيارة بدك تنتبهوا أعطال ممكن نصير على مستوى السيارة حوادث أثناء حركتكم إصابات أثناء الحركة كلها هاي بدك تكونوا حذرين منها بشكل كبير بتمنى إنه ولا شيء من اللي أنا ذكرته سلبي إنه يصير كل الخير يصير لكم وربنا يحميكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء